لم تلقى الهدنة الأممية أي التزام من جانب ميليشيا الحوثي الإيرانية فعلى الصعيد العسكري كثفت ميليشيا الحوثي الإيرانية من استهداف مواقع الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة تزامن ذلك مع إرسال ميليشيا لعناصر جديدة تقدر بالعشرات بحسب مصادر عسكرية هذه التعزيزات وصلت إلى جبهات مدينة تعز وأيضا إلى جبهات ريف تعز هناك أيضا استحداث لمواقع جديدة للقناصة وأيضا للسلاح الثقيل تزامن ذلك أيضا مع استهداف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان وزرع الغام في الممرات والطرق الرئيسية التي كان من المفترض أن تفتح كبادرة للالتزام بالهدنة على الجانب الإنساني على الصعيد الإنساني فقد كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف المدنيين في مناطق سيطرتها هناك أيضا في الجانب السياسي فشل ذريع ألحقته الميليشيا بالمبعوث الأممي الذي تزعم مفاوضات في العاصمة الأردنية عمان أواخر الشهر المنصرم هذه المفاوضات خلصت إلى أن تفتح طريق سفت الحوبان المؤدية إلى مدينة تعز لكن ميليشيا الحوثي تعمدت إفشال هذا المقترح الذي بادر به المبعوث الأممي وهذا نتيجة عدم أخذ ضمانات من الميليشيات بالوفاء بالهدنة عبد العزيز الزبحاني يمنى شباب تعز